ماكو اصعب من انه منتخب بلادك الكرة القدم يروح لدولة ثانية حتى يلتقي بمنتخبها الوطني وهناك تتفاجأ بموجة غضب وصخط شعبي جماهير يتهز ارجاء الملعب وماكو اصعب من انك تحس انه بلدك مكروه وغير مرغوبي بتواجده بهاي الدولة لدرجة انه جماهيرها يقابلك بعبارات السب والشتم وهنا قبل ما تزعل وتعاتب وتحتاج لازم تسوي مراجعة سريعة لسياسة بلدك وتسأل وتبحث وتستقصي الحقائق والاسباب اللي خلت الدول الاخرى تحذر منك او على الاقل ما تتمنى لك الخير ولازم تسأل بلدك عن السياسة اللي تعامل بيها مع البلدان الاخرى ومدى تأثيرها على واقع شعوبهم وحياتهم ولازم تسأل بلدك عن اسباب التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الاخرى واللي ما حصلت من هذا التدخل غير الحروب والدمار والتخلف ولازم تبحث عن اطماع بلدك بثاروات ومصالح جوارينها وشن اللي يتسويه في سبيل ابتزازها واستنزاف خيراتها وبعد ما تعرف الدور التخريبي لبلدك وشن اللي سواه بالبلدان اللي تدخل بيها ذاك الوقت سرح تفهم ليش هاي الدول وهاي الشعوب ترفضك وتستهجن وجودك وتخلي عليك الف علامة استفهام